معنا الآن دكتور محمد شديد طبيب مقيم في أوكرانيا في العاصمة كييف دكتور محمد مساء الخير ونحمد الله على سلامتك وسلامة كل العرب هناك لو تضعنا في صورة الأوضاع اليوم كيف كانت وماذا شهدت وعينت أنت شخصيا هناك مساء الخير أستاذ صالح شكرا لكم على الاستضافة سبارك الله فيك صراحة اليوم بالنهار نوعا ما الأوضاع هادئة نسبيا صفارات الجنزار اشتغلت فقط في وقت المساء ثلاث مرات الأمور هادئة نسبيا على أطراف العاصمة كييف قصف شديد ولكن داخل العاصمة الأمور هادئة مقارنة مع الأمس وأول أمس الأمس كانت الأوضاع داخل العاصمة صعبة جدا وأول أمس لسا كانت صعبة أيضا أما الآن على العاصمة كييف بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم كانت الأمور هادئة وبالأخص بعض المباحثات بين الرئيس زيلينسكي ورئيس بيلاروسيا بحيث أن تكون مباحثات ولقاءات وإجراءات نصر الله السلامة حتى الآن الأمور طيبة جميل طيب يعني من تعرفهم هناك محمد بالتأكيد أنت على تواصل معهم من خلال الهاتف لا أعتقد أن الآن يمكنك زيارتهم على اعتبار أن المنع تجول وعدم والحركة محدودة للغاية لكن من تمكنت من التواصل معهم عبر الهاتف ماذا قالوا لك ماذا حكوا لك يعني ما هي قصص الناس هذه الأيام صراحة أن أستاذ الفاضل الوضع الآن الأمس من بعد الساعة الخامسة اليوم كامل وحتى صباح الغد منع تجول في العاصمة كييف لا يوجد أي تحركات إلا للكوات الشعبية والجيش الأوكراني نتواصل مع الجميع الحمد لله الكل في بيوته حين يكون في قطف الكل يذهب إلى الملاجئ الفضل الله سبحانه وتعالى الكل بخير صراحة أنا بوجه نداء عن طريق الله مصر على كيدنا محمد عن طريق الرأي الحر عن طريق الرأي الحر وعن طريق القناة يعني اللي هو لا يخرج أي أحد من العاصمة كييف إلا عن طريق القطار لا يخرج أي حدا نزوح عن طريق السيارات لأن مخارج كييف كلها في مشاكل ومخارج كييف للأسف ما عاد معروف هل الحواجز اللي موجودة هي للجيش الأوكراني ولا لانفصاليين ولا للجيش الروسي فالأمور أصبح صعبة إلا محطة القطار يعني هذه نقطة مهمة دكتور محمد طبعا أنا أفتح قوس فقط من يتابعنا الآن أكان من داخل أوكرانيا أو من خارج أوكرانيا من الدول العربية الأخرى وأوروبا يود الاشتراك الآن في حوار مباشر مع الدكتور محمد أو مع ضيوفنا الآخرين أيضا يتفضل يشارك وسأشرككم في حوار مباشر هذه النقطة التي أشرت إليها دكتور محمد هي مهمة للغاية في مثل هذه الحالات حالات الحرب لا يكون الإنسان على ثقة كاملة بمن يسيطر على هذا الطريق أو ذاك الطريق وبالتالي أنت تنصح الناس لمن يريد المغادرة أن يغادر في القطار وليس في السيارة نعم 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 هذا بالتأكيد لأن اليوم صار أكثر من حوادث على طريق بالأخص الطريق الشرقية على طريق مدينة سومي على طريق مدينة خارطف على طريق مدينة أودسا وكانت حوادث فردية ويعني حتى الآن مش معروف المتسبب يعني في هذه الحالة دكتور محمد السلطات الأوكرانية لا تملك بدورها إجابة وتعطي إشارات من خلال وسائل الإعلام أم أن الأمر أيضا يبدو عائما على الجميع صدقا أستاذ الفاضل الموضوع عائم لأن الجيش الأوكراني يعني يؤمن المدن ويؤمن أطراف العاصمة بالأخص والمدن الكبرى الشرطة الأوكرانية تقض أمام المستشفيات أمام البنوك أمام السوبر ماركتات والمتاجر الضخمة يعني الأمور داخل العاصمة وداخل المدن الكبرى مسيطر عليها أما الأمور بين المدن أنت تعلم بين المدينة والأخرى مسافة كبيرة لا يمكن تأمين ذلك هذه النقطة أيضا ربما نضيفها لمن يتابعنا الآن الدكتور محمد يقول بأن الوضع في داخل المدن إلى حد ما معلوم نسبيا وبالتالي الأمور متحكم فيها إلى حد الساعة لكن ما بين المدن طبعا هناك قوات بالتأكيد غازية روسية أو ربما أيضا من تدفع بهم روسيا لإثارة القلائق كما قال البعض في هذه المدينة أو تلك هذا الأمر يضع الطرقات ما بين المدن ربما محفوفة محفوفة بالمخاطر دكتور محمد أنت شخصيا مقيم طبعا كما علمنا منذ سنوات هناك مثل هذه الظروف هذه الحرب لا تدفعك للتفكير في الخروج ولو مؤقتا صراحة أستاذ الفاضل أنا بعيش في أوكرانيا من 16 عام هذا البلد أصبح مثل بلد الأم فبالتالي صراحة مصيرنا من مصير الشعب الأوكراني هذا واحد الأمر الآخر التدافع على الحدود ضخم جدا ومقلق نعم وللأسف يعني لدي أصدقاء من ثلاث أيام على الحدود ما استطاعوا حتى الآن اجتياز الحدود فلا يوجد أي يعني كيف أحكي لا يوجد أي مبرر للخروج يعني ما زالت الأمور هادئة داخل العاصمة ما زالت الأمور مسيطر عليها نوعا ما ولكن للأسف إذا ساءت الأمور سنضطر للخروج من العاصمة إلى أماكن أكثر أمنا نعم حتى الآن حتى الآن لا أعتقد أن الأمر يستدعي ذلك ونسأل الله السلامة فيما يتعلق بال السفرات دكتور محمد السفرات العربية وطبعا عندنا دول عربية المفروض يعني تهتم بجالياتها هناك على حد علمك هل حصل تواصل بين على الأقل أجزاء من الجاليات العربية وهذه السفرات في محاولة للمساعدة ربما في ترحيلهم أو يعني الوقوف على أوضاعهم في داخل العاصمة أو باقي المدن الأخرى سيد الكريم كما تعلم الغطاء الجوي في أوكرانيا مغلق كاملة من جميع المطارات من يريد الخروج أو العودة إلى بلده يجب عليه النزوح إلى الحدود إما الحدود الملضافية أو رومانيا أو الحدود البولندية ومن ثم الذهاب صراحة منقدر نكون 90% من الإجلاء خارج المدن هو ذاتي الناس خرجت لوحدة إما عن طريق محطات القطار أو عن طريق المواصلات العامة أو عن طريق السيارات الشخصية فما بعد ذلك على الحدود يوجد بعض السفارات من لديها مندوب على الحدود يسحفل الأمور للطلاب ولكن كمية التدافع الضخم على الحدود لا تسمح بتنظيم أي شيء ولا أي أمر أنا لي أصدقاء على الحدود اتصلوا فيه من نصف الساعة قالوا لي أنخينة ماشي على الأقدام 10 كيلو متر وبقي 12 كيلو وبالتالي يعني 22 كيلو متر ماشي على الأقدام لأنه هذا كله سيارات فقرروا أنهم يمشوا على الأقدام حتى يعدوا السيارات ويكملوا باتجاه الحدود فالأمر صراحة صعب جداً السفارات يعني بعض السفارات اتصلت في رعاياها للخروج للكذا للكذا ولكن الأمور لا يوجد أي تنسيق أو ترتيب رسمي يعني لا يوجد باصات تحمل الناس تخرج بهم خارج المدينة لا يوجد كذا لأنه الأمور ممكن الجالية العربية كبيرة في العاصم الكييف أنا أتكلم عن العاصم الكييف لا أعلم بعد عن بقية المدن تمام ممكن أن الأمر أن الناس بدأت في الخروض والتدافع كان ضخم ما استطاعت الناس أو السفارات أنها ترتب الأمر هذا يعني آخر المستجدات نعم ولكن يعني ما فيه أي شيء ملموس يعني ما فيه أي شيء ملموس من أي سفارة عربية على الأرض يعني أنك ترى بعينك أنه فيه الخدمة للمواطنين نعم فيما يتعلق لأنه طبعا المواطن العربي خارج أوكرانيا دكتور محمد الآن بالتأكيد يعني شغوف يريد أن يعرف أخبار أهله وأقاربه في أوكرانيا وشغوف أيضا يريد أن يعرف أكثر عن أجواء هذا البلد الذي يتعرض لحملة عسكرية ضخمة من قبل دولة دولة ضخمة أيضا بحجم روسيا الحياة الآن يعني الدراسة متوقفة المكاتب أيضا لا أحد يعمل المحلات يعني حدثنا عن هذه الأشياء يعني كل شيء واقف الآن متوقف أم هناك سير لي ولو نسبي للحياة شراحة أستاذ الكريم أنا أعتقد أن الوصف لا يمكن أن يوصف في كي لا شيء يعمل في كي ولا أي حاجة لا مكتب ولا مؤسسة ولا جامعة ولا دكار ولا جامعة ولا مكتب ولا مؤسسة حتى الشرطة إذا تصلت عليها على الخط الساخن لا تجيب لأن الشرطة مشغولة في أمور أخرى لا يوجد أي بنك يعمل لا يوجد أي سيضانية تعمل لا يوجد أي مدجر لا يوجد أي بيتروليستيشن تعمل ولا يوجد أي شيء في كياز الآن يعمل منذ الساعة الخامسة بالأمس حتى اللحظة لم يتحرك على أرض كياز إلا اللجان الشعبية الجيش الأوكراني من له أي شيء اضطراري كل إذا كانت السيارات تمشي فيه داخل كياز إضطرارية كل 500 متر اللجان الشعبية توقف السيارة تتأكد من الجوازات تتأكد من خزانة السيارة أنه لا يوجد فيها سلاح من الأسماء من الأرقام فالتحرك داخل كياز صعب جدا 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 وبالأخص يعني لا يوجد أي سبب أو أي ضرورة للتحرك لأنه كل شيء مغلق كل شيء مغلق يعني المدينة لا يعمل بها إلا اللنباب الآن أنا من الشباك أرى فقط يعني الأضواء الأمانية أختم معك دكتور محمد يعني مثل هذا الوضع لو استمر ونأمل طبعا أن لا يستمر وتعود الحياة إلى طبيعتها كيف ستدبرون شؤون حياتكم واحتياجاتكم اليومية خصوصا لمن لديه أطفال يعني حليب الأطفال المواد الغذائية الماء مياه الشرب وما إلى ذلك من هذه الأمور يعني كيف يمكن توفيرها الحكومة الأوكرانية في بيان لها قالت أنه سيكون حتى صباح الأثنين سيفتح بعد ذلك المتاجر والصيبريات للشغلات أو للأمور الضرورية ثم سيكون من الساعة الخامسة مساء يوم غد ستغلق منع التجول مرة أخرى يعني الأمور الآن هي فقط في يوم السبت ويوم الأحد يوم الأثنين ضمن القرارات الحكومية ستفتح البلد من أول وجديد للمتاجر والبترول والصيبريات الدكتور محمد شديد طبيب مقيم في أوكرانيا كنت معنا من كيف نشكرك جزيل الشكر ونتمنى لك ولي أسرتك ولكل جالياتنا العربية والإسلامية هناك كل السلامة وحفظكم الله جميعا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر